فحلقة النهاردة هنتكلم عن علامة مهمة جدا هذه العلامة بتشير الى اقتراب موعد ولادك كل واحدة حامل لازم تكون عندها جزء من الوع حول هذه العلامة هنتكلم في الحلقة دي عن السدادة المخاطية وامتى اشعر ان العلامة دي وجبت وحلت واقترب موعد ولادك يلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتكم وحلقة جديدة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولاد واذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبها نسعد بإذن الله تعالى السدادة المخاطية ازاي تكوّمت لحظة التبويض بيحصل ان هناك بعض الافرازات المخاطية الافرازات المخاطية دي لها دور الدور ده هو ايه؟ الدور ده تسهيل مهمة الحيوانات المنوية حتى يصلوا الى البويضة بالبلد كده مركب المركب ده بيركب فيه الحيوانات المنوية عشان توصلوا هذه المركب الى مكان البويضة المركب دي هي دي الافرازات المخاطية بيسبح معاها الحيوانات المنوية وبتسهل وصوله الى البويضة طيب نجحت المهمة وحصل التخصيب ولقحت البويضة بإحدى الحيوانات المنوية او اكتر المركب دي تترمي؟ لا بيحصل ايه؟ بعد ما اهتمت مهمتها بنجاح بتتجه اسفل خالص عند عنق الرحم وتعمل سدادة مخاطية تقفل بها عنق الرحم بتنزل هذه الافرازات حتى تكون طبقة من المخاط حول عنق الرحم بتسدي بها عنق الرحم هذه السدادة هي السدادة المخاطية طيب مهمتها ايه في رحلة الحم؟ مهمتها حماية الجنين من اي وصول لاي بكتيريا او اي عدو كان يصل الى الجنين في فترة الحم حتى لما اي وحدة بتدخل تاخد شاور بتاخد دوش في الحمام ساعد بعض الصبون بيدخل عنق الرحم او بيدخل المهبل في الحالة دي بعض السيدات بينتبهم شك ترى الصبون ده ممكن يكون وصل للجنين ويئزيه؟ في حاجة اسمها السدادة المخاطية دي افل الدنيا عشان ما فيش اي ازة ممكن يصل الى الجنين ومع ذلك يجب ان احنا ناخد بالنا كويس جدا ان هناك بعض الامور ممكن تؤثر على هذه السدادة وتصل الى الجنين هي العدوة اللي احنا مهملين فعلا الالتهابات البكتيرية اللي ممكن تيجي في المهبل اللي هي تعبر عن افرازات خضراء افرازات صفرة او فطريات زي الافرازات البيضة المجبنة او العدوة اللي ممكن تيجي من المسالك البولية في الحالتين دول ممكن يحصل اختراق والوصول الى الجنين ولكن في المجمل السدادة المخاطية دي بتحفظ لي على الجنين وتحفظ لي على المكان اللي هو عايش فيه طيب اقترب موعد الولادة تظنوا انها هتفضل كده ولا هيحصل انها هتبدأ تنزل السدادة المخاطية بتفضل طول فترة الحمل سميكة ولكن مع اقتراب فترة المخاض فترة الولادة اقتراب موعد الولادة بيحصل ان هرمونات المرأة الحامل بتبدأ تتغير بيرتفع هرمون الاستروجين شوية وده بيخلي السماكة بتاع السدادة المخاطية تبقى اقل هنا بتبتدي تضعف بدل ما كانت سميكة اصبحت اقل سماكة عندي هنا احتمالين السدادة المخاطية اما تنزل بالتدريج او انها تنزل مرة واحدة طيب لو نزلت بالتدريج ايه هي العلامة بتاعتها العلامة بتاعتها هو نزول وتزايد للافرازات المهبلية هذه الافرازات ممكن تكون بلون وردي شوية لما لاقي ان الافرازات وانا خلاص حضرتك كده داخلة في الشهر التاسع مثلا او في التلت الاخير مرة واحدة لقيت افرازات متزايدة عليكي هنا لو انت كنت في الشهر التاسع او في الشهر التامن عليكي الذهاب للطبيب وفحص بالسنار وفحص سرير لازم يحصل قياس لعنق الرحم لان في الفترة دي عنق الرحم ممكن يكون التسع ومع تزايد الافرازات المهبلية اللي لونها ايما تكون شفافة او تكون وردية يعني معاها شوية دم خفيفة او لونها ممخط بالدم طيب لو لقيت انها نزلت مرة واحدة هلاقي هذا الافرازات فيها دم يبقى هلاقي نزول دم طيب هل في وقت بعد نزول السدادة المخطية والولادة وقت محدد هيحصل الحقيقة ان هذا الوقت غير محدد يعني ممكن تحصل الولادة بعد عدة ساعات وممكن بعد عدة اسابيع يعني فعلا ممكن تكون في اختلافات ما بين واحدة والتانية وعلى حسب هل نزلت مرة واحدة زي ما اتفقنا ولا نزلت او بتنزل بالتدريب طيب في ارتباط ما بين نزول السدادة المخطية ونزول السائل الامنيوسي او مية البيبي الشائع هو ان السدادة المخطية بتنزل الاول وبعد كده بيحصل نزول للسائل الامنيوسي اللي هي مية الجنين ولكن في بعض الاحيان بيحصل تصرب للسائل الامنيوسي قبل نزول السدادة المخطية وده ممكن يتضح لما بتشعر الحامل بوجود بلل اتبقى عايزة تعرف هل البلل دي افرازات ولا السدادة المخطية ولا المية بتاعة الجنين هنا بنقول لها ان في حال نزول مية لا رائحة لها لا لون لها مهم جدا انها تعمل فحص بالسنار لتأكد من عدم تصرب جزء من السائل الامنيوسي قبل الموعد المحدد اللي هو قبل موعد الولادة لان في حال كنت في شهر التامن او في اول التاسع وحصل تصرب ولسه ما جاتش اعراض الولادة او لحظات المخاط هنا بنعرض الجنين للخطر لربما يكون هذا الماء فعلا حول الجنين نقص ويجب اسعاف هذا الامر بالولادة فورا وعشان نفرق الافرازات بتبقى فيها شوية لزوجة شوية اما المية فبتبقى شبه السائل اللي شبه المية العادية هنا في فرق ما بين الاتنين لو مش عارفت فالرأي الافضل ان احنا نروح نعمل فحص بالسنار عشان نتطمن هل هذا الامر كان هو السائل الامنيوسي هل هي افرازات شفافة مفيش منها اي ازا هل هي السدادة المخاطية هل 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 الاجابات دي عند الطبيب لانه هيعمل كمان قياس لعنق الرحم هل اتسع هل اقتربت لحظة الولادة ولا لا طيب وجب التنويه بس ان بيحدث بعد نزول السدادة المخاطية الام وتشنجات تشبه الالم وتشنجات بتاعة الام الدورة الشهرية هنا مهم جدا لما تشعر اي امرأة حامل وتجد ان هناك افرازات متزيدة وبقى فيه لون وردي معاها او اتقطرات من الدم مثلا هنا مهم جدا الذهاب للفحص للتأكد والاطمئنان لان في هذه الحالة ممكن تكون اعراض ولادة فعلا طيب اخر حاجة هنختم بيها هي ايه هي الاعراض الولادة بعد نزول السدادة المخاطية اول حاجة هبوط بطن الحامل للأسفل دي اول علامة هتشعر بيها لما يكون فيه اعراض ولادة هتشعر ان بطنك نزلت مرة واحدة لتحت ده معناه ان الجنين نزل لتحت وبيستعد لنزول تاني حاجة الام وتشنجات تشبه الام الدورة الشهرية وهي الام حد تالت حاجة تقلصات متزايدة وتحجيرة متزايدة ما بتفكش لا بالعكس دي بتزيد وبتزداد الوتيرة بتاعتها مع الوقت كل نص ساعة بتزيد اكتر ثم كل ربع ساعة بتزيد اكتر ثم كل عشر دقايه بتزيد اكتر هنا ناخد بالنا وعلى طول على الطبيب الخاص بينا او على المستشفى اللي احنا متعقدين معنا او لو شعرتي بارتخاء في المفاصل او العلامة الواضحة جدا 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 هي نزول ميت الجنين مرة واحدة واشكركم شكرا جزيلا وبتمنى لكم السلامة ورزقكم الله بالذرية الطيبة الصالحة عن قريب عاجل يا رب العالمين اللهم امين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة